بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عادة تركز معي جدا. فيديو مهم جدا. وفيديو طلب مني كتير جدا جدا. فانا عايزك اقول لك النهاردة. ازاي تحسب كمية او حساب الشفاطات والخلايا لأي عنبر اي ان كان. العنبر ده كبير. العنبر ده منزلي. العنبر ده هتربي في الف هتربي في عشر الاف هتربي في مية هتربي اي ان كان. اول مرة هتكلم في الفيديو ده عن معدلات. معدلات دي هكون ثابتة. حسابات دي هتكون ثابتة. بس لازم تركز معي لان كل نقطة مهمة جدا للي بعدها. فما ينفعش تقدم الفيديو وما ينفعش التوه مني. كوبية الشابقة الجميلة كده. وفهم معي هنشتغل ازاي? واحنا بالفيديو ده ايا ان كانت هتربي باطريات او هتربي ارضي. تمام? لان احنا هنشتغل هنا على الوزن. اكتر سؤال بتستيقله دايما المكان بتاعي اجيب له شفاط قم شفاط او شفاط قد ايه? اجيب له خلايا قد ايه? احسن كمية الضغط الجوي ازاي? وده اول مرة اول مرة برضو هنتكلم فيه وان انا هعرفك ازاي تحسب الضغط الجوي للمكان نفسه. هنبدأ على طول نخش في موضوع عطو عشان ما نطولش عليكم الفيديو. اول حاجة ايه زي ما قلنا هنشتغل يا جماعة على الايه? هنشتغل على الوزن. تمام? هنشتغل على الوزن. مش هنشتغل بقى لا على آآ طول في عرض بالتبيع والكلام. لا. نعم نشتغل على الاوزان يا جماعة. تمام? طيب. بالنسبة يا جماعة. كله زي ما قلنا على حسب الوزن. هنشوف يا جماعة. بصوا هنشوف اول حاجة عندنا في الوزن هنا. هنشوف. طيب مادهين يا جماعة احنا هنتكلم هنا عن العنبر. الاول هنشوف حاجات مهمة بتا. اول حاجة هنشوف فيها العنبر هنشوف العنبر ده بيشير اقصى عدد للعنبر. تمام? هنشوف اقصى عدد للعنبر بتاعنا قد ايه? تمام? هنفترض مسلا هنكلم على العنبر صغير. هنقول ان اقصى عدد للعنبر ده مية وخمسين. دايما تحسب اقصى عدد ممكن تشيله في العنبر بتاعك ايا كان مساحة العنبر. تمام هنشوف اقصى وزن ممكن نوصله. اقصى وزن وليكن مسلا اتنين ونص. انت بتوصل لاوزان اكتر من كده احسب على اوزان واقصى وزن انت ممكن توصله. يبقى انا ممكن هنا انا مسلا برب في العنبر ده مية وعشرين. لا انا ممكن بعض الوقات في الشتاء ولا حاجة ممكن اوصل لمية وخمسين. يبقى هنحسب كل الحسابات اللي جاية دي هنحسبها على اقصى عدد احنا ممكن ننزله في العنبر. تمام كده? كمان هنشتغل على اقصى وزن ممكن نوصل له. يعني ايه اقصى وزن? يعني انا اعلى وزن ممكن اوصل له حتى لو حصل عندي مشكلة او حصل عندي خصوصيات. يعني مسلا ممكن مسلا انا هيحصل عندي تأخير شوية بدلا ما بيطلع الدور على تلائة وتلاتين او خمسة وتلاتين يوم. لا مسلا في الوقت ده ساري البورسة مش عجبني حصل زرف عندي حصل حاجة. المهم ان انا اخرت الدورة معي مسلا لحد السبعة وتلاتين يوم. والعوزان عدت معي وصلت معي لتنين سبعمية. يبقى انا مفترض ان انا بوصل كده كمان لتنين سبعمية لو اتدور. يبقى انا بحسب هنا على الاردعين يوم دورتي. بشوف انا اوصل ممكن اوصل لاعلى وزن ايه? لحد عمر اردعين يوم. يبقى انا بحسب على اساس اعلى عدد واقصى عدد ممكن نحطه في المكان. واعلى واقصى وزن ممكن يوصل عندي الفرخ في العمر الاردعين يوم. انا بحسب على دايما الاعلى. اوعى انك تحسب على اقل. تمام? ده بالنسبة لأول موقع. احنا بنحسب على ايه? على اعلى حاجة. بالنسبة للوزن وبالنسبة كمان للعدد. طيب هناخد كده مسال بسيط. هنقول زي ما احنا قلنا من شوية مية وخمسين فرخ. تمام? انا هفترض ان العنبر بتاعي يشيل مية وخمسين فرخ. هنا المية وخمسين فرق هنضربهم هنا فيه. احنا قلنا بس ان الدي نوصل لأعلى وزن اتنين ونص. المية وخمسين هنا في اتنين ونص. اقول لك على كل حاجة بالتفصيل بس افهم معي الكلام. افهم معي ازاي تحسب عدد الخلاية وعيد الشفطات. وهقول لك في الاخر تحسب كمان الضغط الجوي اللي ما عمرك هتسمعه والعمرك سمعته قبل كده. تمام? طيب المية وخمسين هنضربهم في المتواصل الوزن ان احنا ممكن نوصل له في نهاية الدورة في اتنين ونص هيطلع عندنا هنا تلتمية خمسة وسبعين كيلو لحم. تمام? هيطلع عندنا ايه? آآ تلتمية خمسة وسبعين كيلو لحم. احنا وصلنا هنا تلتمية خمسة وسبعين كيلو لحم. طيب. ايه بقى تلتمية خمسة وسبعين كيلو لحم? التلتمية خمسة وسبعين كيلو لحم دول اللي هم المفروض ان انا وصلت لهم التلتمية خمسة وسبعين كيلو. تمام? بنضربهم هنا في تمانية. ايه هي تمانية دي هقولك دلوقتي? تمانية دي بنضرب ايه بنضرب ايه بنضرب ايه خمسة وردين كيلو لحم في تمانية لان هنا لان كيلو ماشي اللحم يا جماعة بيحتاج منا ايه بيحتاج منا تمانية متر مقعب هوى دي تلاتة مش اتنين تمام تمانية متر مقعب من الهوى تمانية كل ساعة تمانية متر مقعب هوى كل كيلو لحم كل كيلو لحم كل واحد كيلو لحم بيحتاج منا تمانية متر مقعب تمام امشي معي بواحدة واحدة انا معك وعارف ان انت لسه برضو ما وصلتش الموضوع قوي لكن انا معاك واحدة واحدة. طيب. بعد عملية الضرب دي هيطلع عندنا رقم. الرقم ده اللي هو بيساوي ده الرقم اللي هيطلع عندنا. اول ياكم مسلا لو ضربنا تلتمية خمسة وسبين طلع مع نا مسلا تلات تلات تلاف. تمام? تلات تلاف. ايه بقى التلات تلاف ده? التلات تلاف ده الكمية اللي احنا محتاجين نقربها من الهوى جماعة كل ساعة. انا محتاجة جماعة تلات تلاف متر ومكعب هوى يخرجوا من المكان كل ايه? كل ساعة. انا محتاج تلات تلاف. ربط ايه فما معي وقارب تتركز معي. محتاج تلات تلاف متر ومكعب هوى يخرجوا من المكان ده كل ساعة. تمام? طيب. كده هنروح ليه بقى? هنروح لقدرة الشفاط. عشان كده دايما بقول للناس. انا ما تقوليش انا عايز الشفاط قد ايه? ما تقوليش انا عاركب شفاط ولا اتنية وتلاتة. انا كل اللي يهمني الورقة اللي مكتوب عليها قدرة الشفاط ده قد ايه? تقولي اعرفها مني? اقول لك في ورقة مكتوب عليها? اقول لك ممكن من الراجل انت شريها منه. قل له قدرة الشفاط ده بيسحب كام آآ كام متر ومكعب في كل ساعة او في الهوى في الساعة. تمام? ده اللي تقدر تعرف منه. طيب. نروح بقى اكتر سؤال دايما ما بتسيق له هو بقى ايه? انا محتاج زي ما قلنا شفاط للمكان ده قد ايه. خلينا عندك مهمة ان اهم نقطة هنا قدرة الشفاط زي ما قلنا لسحب الهوى. قدرة الشفاط ده قد ايه? بيسحب هاو قد ايه? وقلنا هنقرفه ازاي? تمام? كمان نقطة مهمة. لازم نحسب من عشرة في المية الى خمستاشر في المية هادر. ايه بقى الهادر ده? الهادر ده يعني بيكون اللي هو هنفترض ان الشفاط مكتوب عليه تلات تلاف تلات تلاف متر مكعب هو في الساعة. تمام? ده الشفاط قدرة الشفاط. لأ انا بقى كمان بنزل من التلات تلاف دول بنزل منهم عشرة الى خمستاشر في المية. ليه بقى? لان الشفاط هنا او الشفاط لما بيكون شغال في العنبر تبيكون شغال يا جماعة تحت حاجة اسمها تحت الضغط او تحت ضغط سلبي. تحت ضغط ايه? تحت ضغط سلبي. يعني وارج جدا ان الشفاط اه طبعا بيكون شفاط واتنين وثلاثة واربع شغالين او اتنين مع بعض. او ان الشفاط شغال لفترات طويلة بسبب الحرب. او الكهرباء ضعفت شوية. فطبعا الضغط ده كله اسم الضغط سلبي. فما بيديش التلات تلاف الكاملين. لان زي ما قلنا ضغط سلبي بيشتغل فترات طويلة. ضعف الكهرباء ممكن. تشغيل اكتر من حاجة معاه فبيقلل شوية من قدرة الكهرباء اللي اتشغلوا بكفاءته او بكامل كفاءته. تمام? فاحنا بنحسب عشان كده عشرة الى خمستاشر في المية اللي هو الهادر اللي هو مش هاديك الكفاء اللي مكتوبة او اللي المفروض تخرج من الشفاط. كده تمام? طيب. بعد كده ايه اللي هيحصل عشان برضو لسه نفهمناش اقول لحضرتك حالة. بعد كده هنقسم بقى كمية اللحم دي على قدرة الشفاط. كمية اللحم يعني احنا طلعنا مسلا تلتمية خمسة وسبعين دي اللي هي كمية اللحم تلتمية خمسة وسبعين. بنقسمها او بنقول على قدرة. بنقوها على قدرة ايه? قدرة الشفاط. قدرة الشفاط اللي هو مكتوب زي ما قلنا. قدرة الايه? الشفاط. الشفاط ده قدرته كزا. تلات تلاف. انا انا محتاج شفات واحد بس livre اخو ضروره تلات تلاف مسلا шفات ده يكون ستين يكون سبعين يكون تمانين يكون زي ما يكون محتاج Tank وي инт小 مسلا اتنين واو شوية انا لا محتاج شفات وشفات thirda. انا محتاج شفات قدرته تلات تنين بس. لا انا محتاج شفاتين شفات اتنين واو تنين مسلا عندي اربعة بقى دايما انا زود العدل يعني مسلا اطرعة تلات تلاف انا قدرته وقدرتك شفات ده اتلاف لا انا زود شوية. خلي دايما فيه زيادة عشان توصل للي انت عايزه ايا كان في التهوية او في درجة التبريد للمكان نفسه. كده عرفنا نحسب ايه بالنسبة للمكان ايا كان المكان عندك نقدر نجيه فيه شفطات ايه? ده بالنسبة للشفطات. تعالوا نروح لتاني حاجة معنا وهي الخلايا. طيب تعالوا نروح لتاني موضوع النهاردة في حلقتنا وهو الخلايا. تمام? ودي برضو من الاسئلة الكتير جدا. نحسب ازاي المكان محتاج خلايا قد ايه? امام? الخلايا. الخلايا هنا يا جماعة هنفترض بقى ان احنا خلاص وسين او احد يا جماعة يكتب لي سؤال يقول لي احنا هنركب الشفط فينا الخلايا فين? الكلام ده احنا كلمنا فيه اربعة تلاف مرة بكده. معارفين طبعا ان الشفط بيكون مكان وفي الجهة الابلية ده افضل مكان ليه. امام? والخلايا بكون في الجهة البحرية برضو افضل مكان ليها في الجهة البحرية. بيكون ارتفاعها بيكون واحد متر من الارض. نفس الكلام الشفاط بيكون ارتفاع واحد متر من الارض. ده كلامه انتهى وكلنا فيه اكتر مما. تمام? ده بالنسبة للارتفاعات عشان برضو الناس برضو اللي ممكن تكون لسه فيه ناس او مرة تفوش عندي على القناة. بالنسبة للخلايا جماعة? تمام? الخلايا. هنفترض بقى ان احنا بعد ما عرفنا خلاص حسابات الشفاط وعرفنا هنركب قد ايه? هنفترض ان المكان بتاعنا ده محتاج يا جماعة كام? محتاج مسلا تلات شفاطات. تمام? المكان بتاعنا محتاج تلات شفاطات. خلاص? تمام طيب. ركز معي في المعادلة دي لان اه صعبة شوية عايز تركيز منك شوية عشان تفهم الموضوع. طيب هنشوف كل شفاط قدرته قد ايه? هنشوف كل شفاط من دول قدرته قد ايه? تمام? هنشوف الشفاط ده مسلا تلات تلاف. الشفاط ده مسلا الفين ونص. الشفاط ده اه اربعة تلاف ايا كان قدرة الشفاط. حساب طبعا الشفاط زي ما قلنا بيكون مكتوب عليه. تمام? هنشوفكم القدرات بتاعة التلتى شفطات قد ايه? وهنضرب يا جماعة وهندرب عدد الشفطات ده اللي هو التلاتة دي هنضربها في القدرات بتاع التلتى شفطات. تمام? الرقم اللي هيطلع عندنا ده هيكون حاجة اسمها القدرة الكلية للشفاط او للشفيطات الموجودة في المكان. تمام? الموجودة للمكان. ده بالنسب ده الناتج. الناتج اللي هيطلع بعد ما نعمل المعادل دي هيكون حاجة اسمها القدرة الكلية. طب ايه بقى القدرة الكلية دي واتفيدنا بايه? بعد كده هنقسم بقى يا جماعة هركز معي افهم بس انا عاد الموضوع صعب شوية بس افهم ويحسب معي واشتغل معي كده. بعد كده هنقسم القدرة الكلية دي مرتين. يعني الرقم اللي طلع بعد كده ده الرقم الكبير اللي طلع ده هنقسمه مرتين. ليه هنقسمه مرتين? لان الرقم اللي طلع ده آآ ده بيكون بالساعة. فهنقسمه مرتين آآ على ستين. هنقسمه على ستين عشان نحوله من ساعة لدقيقة. يبقى هنقسم مرة على ستين. عشان نحوله من ساعة لدقيقة. وبعد كده هنقسمه على ستين تاني. عشان نحوله من دقيقة. ليه? لسانية. واصلة كده يعني انا بيكون قادرة وصل لكم الكلام. ماشي يبقى احنا زي ما قلنا نقول تاني. تلات شفاطات. بنشوف القدرات بتاعتهم. بعد كده بنضرب التلاتة دول في القدرات بتاعتهم بيطلع عندنا الناتج. الناتج ده اسمه القدرة الكلية للشفاءات الموجودة عندنا في المكان. الناتج الكبير اللي بيطلع عندنا ده بنقسمه الاول مرة على ستين عشان نحاوله من ساعة لدقيقة. والناتج بتاعنا بنقسمه كمان مرة على ستين عشان نحاوله من دقيقة لسانية. بيطلع عندنا الناتج النهائي. طب ايه بقى الناتج النهائي ده عشان نحاول زي احنا بنحول كل الكلام ده من ساعة للقيقة ونحوله من دقيقة لثانية تمام? القدرة الكلية زي ما قلنا على ستين بيساوي الناتج الاول. ناخد الناتج الاول ده زي ما قلنا وبنقسمه والناتج الاول ده بنقضه وبنقسمه انا بوضحه عشان بس الناس تفهم. ناتج الاول ده بنقضه وبنقسمه على ستين تان عشان ايه عشان نحوله من دقيقة لثانية. وده بيكون الناتج معنا النهائي. كده بقى هنزبط عند الناتج النهائي الناتج النهائي ده. تمام? الناتج النهائي اللي معنا ده. اللي هو بعدنا مخصص حقولناه ليه ثانية. الناتج الناتج ده ايه بقى انا وظيفته ايه? لو حضرتك لو هتركب تمام? خلايا خمستاشر صمتي اللي هو سمك الخلية اللي هو سمكها خمستاشر صمتي تمام? هنعمل ايه? الناتج بتاعنا اللي هو طلعنا ده اللي هو القدرة الكلية بالثانية اللي هو القدرة الكلية. بالثانية هنقسمه على اهو واحد وتسعة من عشرة عشان نشوف. تمام? عشان نوصل للناتج. احنا محتاجين خلايا قد ايه? طيب لو الخلايا عندنا عشرة سنتي. اهو هناخد برضو الرقم بتاعنا اللي هو ضلعناه القدرة الكلية. بالثانية ده الناتج النهائي اللي هو هنا. وبنقسمه على واحد وسبعة من عشرة. هنحتاج انا برضو الناتج بتاعك هيقولك انت محتاج خلايا قد ايه? ده بالنسبة يا جماعة لموضوع الخلايا والشفطات. انا اعتقد ان الموضوع خلايا صعب شوية. لكن لو ركزت فيها هتوصل. الموضوع سهل جدا وبسيط. بس هو عايز تركيز. ثلاث شفطات مسلا في المكان بتاعي. خلاص انا حسبتهم من المرة اللي فاتت. بشوف القدرات دي بجمعها. اضربها في ثلاثة. تمام? لو بدرب اللقاء المجموعة بتاع الشفطات يعني في الكدرات بتاعتي. بيطلع لي الناتج. الناتج باي كاسم القدرة الكلية. بقسمه مرة على ستين عشان يحوله من ساعة لدقيقة. بغضي الناتج الاول. بقسمه على ستين تاني عشان يحوله من دقيقة لثانية. بطلع لي الناتج النهائي. عشان اقدر احسب خلايا الخلايا الان اه اقدر اشوف الخلايا الان اركبها ايه? بشوف لو خلايا خمصصور صنطي بقسمها على واحد وتسعة من عشرة لو خلايا آآ عشرة صنطي بقسمها على واحد وسبعة من عشرة بطلع لي النتيجة النائية وهتعرف بالزبط انت محتاج خلايا قد ايه في المكان بتاعك. يعني نروح لبعد كده في موضوع مهيم جدا وما هتشتكلم عنه وهو موضوع الضغط الجوي في العنبر. انا اعتقد ان الفلاس كتيرة جدا ما سمعتش عن موضوع ايه هو اصلا الضغط الجوي او متعرفش يعني ايه اصلا الضغط الجوي في العنبر. خاين اقول لك ان الضغط الجوي من ضمن العوامل الاسية والرئيسية ترجع دايما التهوية عندك ونجع برضو دورة راء التسمين او دورة التسمين بتاعتنا بشكل عام. لانه من ضمن الاسيات اللي بيحافظ انها عن التهوية وبيحافظ عندنا ان ماحصلش عندنا اماكن ميتة. ماحصلش عندنا نقص في نسبة الوكتوجين او اماكن بيكون معدومة شوية في نسبة او نسبة الكتوجين فيها وليلة. اه ده ازاي بنحسيبه او ازاي بنعرفه او ازاي بنشتغل به? هقول لها عدرك حالا دلوقتي. على معادلة برضو بسيطة جدا تقدر تحسب بها الضغط الجوي اللي عندك موقع. خلينا اقول لك برضو ان الضغط الجوي دايما احنا بنحتاج فيه بس او بنشتغل فيه بس على عرض العنبر. ما نجدعه بالطول نهائيا احنا بنشتغل على عرض العنبر. تمام? ده اللي بنحتاج فيه عشان نعرف نحسب الضغط الجوي بتاع المكان. طيب في معادلة هنا بنحسبها ودايما بنشتغل بها عشان تقدر تحسب الضغط الجوي عندك. وهي ان احنا آآ بنقول ان احنا بنقسم نصف آآ عرض العنبر ده بنقسمه على اتنين. يعني هنفترض مسلا مسلا ان عرض العنبر بتاعنا مسلا اربعتاشر متر. تمام? اهو اربعتاشر متر عرض العنبر. تمام? وبنقسمه هنا على ستة عشر. خلينا نقول مسلا عشان يكون الكلام واضح. هنقول مسلا اربعتاشر متر. ده عرض العنبر. اربعتاشر متر. ده عرض. تمام? عرض اهوت تمام بناخد نص العرض نص العرض يبقى نص العرض كام بنقول نصه تمام اهو نصه بيكون كام بيكون سبعة متر تمام وهنا بنقسمه على زي ما قلنا ستة من عشر على ستة من عشر تمام هنا بيطلع معنا لو عملتها على الحزب معاك هتلاقي عندك الناتج هنا حداشر تمام عندنا الناتج حداشر الحداشر ده بقى يا جماعة بنضربه في اتنين ونص الناتج بتاعنا اللي هو الحداشر ده اهو حداشر في اتنين ونص تمام هيطلع عندنا كام حداشر في اتنين ونص هتلاقي عندك الناتج بتاعك سبعة وعشرين يبقى السبعة وعشرين دي حاجة اسمها سبعة وعشرين بسكال تمام يبقى انا في عمبر عرضه اربعتاشر متر عمبر عرضه اربعتاشر متر ايا كان الطول انا ماليش علاقة بالطول انا علاقة بالارض بس تمام عرضه عمبر عرضه اربعتاشر متر محتاجين هنا يا جماعة في سبعة وعشرين بسكال من الضغط الجوة. طيب هنفق قردا تاني او مثال تاني. هنقول مسلا عمبر عرضه اتناشر متر. تمام? يبقى على طول بقى تعرف الكلام. يبقى نصه كام? يبقى نصه ستة. تمام? هنقسم الستة دي على ستة من عشرة. تمام? هيكون الناتج عندنا عشرة. العشرة هنا نفس الكلام هنضربها في اتنين ونص. تمام? هيطلع عندنا الناتج هنا خمسة وعشرين. وده اللي احنا محتاجينه بيكون خمسة وعشرين بسكال بالنسبة لعمبر عرضه اتناشر متر. ده برضو بالنسبة للعرض. احنا هنا في اعتمادنا او الشغلين على الضغط الجوي او حساب الضغط الجوي. دايما بيكون على حساب العرض. بنحسب العرض وبناخد الرقم بتاع العرض ده وبنقسم الرقم على اتنين. تمام? زي ما يكون كده ستة وبعد كده بنقسمه على ستة من عشرة. بعد كده بيطلع لنا الرقم النهائي. بينضربه هنا في اتنين ونص. وزي ما قلنا لحضركم موضوع الضغط الجوي ده يا جماعة مهمل عند ناس كتير جدا جدا جدا. وده زي ما قلنا يا جماعة من اهم الاسباب اللي بتقلل عندنا حاجة اسمها الاماكن الميتة. تمام? والناس اللي معتقدة ان الاماكن الميتة بتتحل ببنات التقليب. كلام ده غلط طبعا. الاماكن الميتة يا جماعة معناها ان دي الاماكن اه مسلا العنبر زي كده. بيكون في اماكن كده مسلا في الجنب او اي مكان في العنبر. بيكون نسبة وصول الاكسوجين فيه بيكون قليلة اكسوجين بكون قليلة او ضعيفة شوية عن باقي العنبر. ودي بنسميها اماكن ميتة. الاماكن الميتة دي بيكون فيها مشاكل كتيرة جدا. وده من ضمن الحاجات اللي بيقلل عندنا آآ وجود الاماكن الميتة. كمان زي ما قولنا قبل كده في فيديو قبل كده ان الحاجات. او هم سببين رأسيين بيقللوا عندنا لماكن الميتة وهي حاجتين. قلنا زي ما قلنا او فتحات الطوارئ تمام? او حاجة اسمها فتحات الطوارئ وكلمنا عنها قبل كده. وقلنا ارتفاع فتحات الطوارئ من السقف بيكون من ستين الى سبعين سنتي. تمام? من السقف يا جماعة من السقف مش من الارض. ارتفاع من السقف او نزول من السقف ستين لسبعين سنتي. وبنفتح فتحات تهوية بيكون على الجوانب الجانبين اللي هما لو الخلية هنا والشفاط هنا اتجاه البحر واتجاه الايبلي. في الجنبين دول بيكون حاجة اسمها فتحات طوارئ. بيكون بمسافات او آآ بيكون منهم بعض متر او متر ونص. اما حاجة يكون عندي المتسافات هنا اللي بين فتحات الطوارئ ومتساوية. كمان مقاسات فتحات الطوارئ نفسها الشباليك بيكون لازم بتكون كل فتحات الطوارئ بنسب متساوية. يعني لقائدك هتفتح مثلا فتح الطوارئ مثلا اربعين في سابقين او تلاتين في ستين. بيكون ضرفة واحدة يا جماعة واتجاه الفوق. اتجاه السبع كده او حرف في espí واتجاه الفوق. وبيكون كل المقاسات بتاع فتحات الطوارئ دي بيكون متساوية بشكل متساوي ضروري جدا جدا. هتقولي طب من الشفاط هنا ان احنا عارفين ان هو بيسحب من اقرب مكان ليه هقولك لا. لو الفتحات يا جماعة عشان كده بقول الفتحات دي متساوي. لو الفتحات دي في الجنبين بيكون فتحات متساوية بشكل دقيق جدا. فالشفات هنا بيكون في توازن وتوزيع للهواء من خلال الفتحات الطوارئ المتساوية دي. كمان بيكون هنا احنا طبعا لما بيكون في آآ دخول الهواء او تبريد في وقت التبريد في العمار الكبيرة. طبعا الفتحات الطوارئ دي بتتلغي او بنقفلها. تمام? وبيكون مصدر الهواء او دخول الهواء الوحيد من خلال خلايا التبريد. تمام? ده بيكون مصدر دخول الهوى الوحيد. بنات التقليب لها قصة تانية او لها آآ دور تاني. تمام? بنات التقليب اللي هي موجودة في المكان. او المراوح السقف. تمام? او المراوح السقف يا جماعة. دي بيكون وصيفتها تقليب يعني تقليب الهوى اللي قوى لانبر نفسه. تقليب الهوى بشكل داخلي. ليه تقليب الهوى? ده بيفيدنا اكتر في شغل البطاريات. تمام? فبنات التقليب ومراوح المراوح السقف الناس اللي بتركبها. ده بيقلب الهواء اللي جوة العنبر يعني ده العنبر فدي وظيفتها نية بتقلب الهواء. ليه? ان الهواء زي ما قلنا او المكان نفسه من جوة بيكون فيه اختلاف في درجات الحرارة. فهي وظيفة تقاليب ده كده او فنات التقاليب دي كده ان هي تعمل تجانس في درجات الحرارة. وخاصة في شغل البطاريات لان زي ما يعرفين يكون الدور الاول غير درجة حوارة الدور التاني غير درجة حوارة دور التالت الرابع وهكزا كل ما بنتافع لفوق فبيكون في الهواء الساخن بيكون اعلى. تمام? هوا الساخن بيكون اعلى. فوظيفة البنات دي او مراوح اللي هي السعب نيتقلب الهواء اللي في المكان فتحصل يحصل عملية تجارس في الهواء. ما يكونش اخفيه اختلافات في درجات الحرارة بين الادوار بشكل كبير. ما مسلا الطبيعي ان بيكون في اختلاف من درجة لدرجة ونص درجتين. لا مع بنات التقليب والمراوح دي. فبيكون اختلاف بسيط ما يوصل معنا اقصاها لنص درجة. دي وظيفة فنات التقليب. اما فتحات التواري فدي بتجدد لك وانتخل لك اكسجين تاني في العنبر نفسه. فبتحميك من موضوع الاماكن الميتة عشان نفرق للناس بس. آآ الفرق بين ده. وده بتقول لا ده نعندي فنات تقليب الهواء. لا ايا بتقلب الهواء الداخلي فقط لغير. عشان تعمل لك توزيع وتجانب صدرجات الحرارة الداخلية الموجودة للعمر. يا رب يكون افدتكم وبهمتوا الموضوع. موضوع بسيط وسهل لكن عايز منك تركيز وزياد تشتغل صح. بس عمبرك بشكل صحيح. يا رب يكون افدكم وانتشوف لك في الجبيل اخوك. قم انتعمل اشتراك لعادة ومعطة القناة. كان معكم اخوكم وانتصال مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.